موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث الإيراني ونناقش فيها صراع الإصلاح المحافظين بين الحقيقة والوهم ولكن قبل مناقشة هذا الموضوع دعونا نتوقف مع هذه الطائفة من الأخبار القصيرة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش من تعريض الاتفاق النووي الإيراني لأي خطر في أي محادثات قادمة لمعالجة المخاوث حيال إيران وجاء ذلك بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في خطاب ألقاه في مؤسسة هوفرال أمريكية أن استمرار الوجود العسكري لقوات بلاده شبالي شرقي سوريا يهدف لتحقيق خمسة أهداف من بينها إنهاء نفوذ إيران أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن لأنها سهلت للحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على السعودية نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن تكون إيران قد وافقت على الدخول في مفاوضات على برنامجها الصاروخي وملفات المنطقة وأكد أن بلاده لن تسمح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية اتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنائي السعودية بخيانة العالم الإسلامي بتقديمها الدعم للولايات المتحدة وإسرائيل وقال أمام مؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية الذي عقد في طهران إن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم في العالم الإسلامي وفي محاورنا اليوم نبحث نجاح الثورة الإيرانية في عام 1979 حيث نجحت الثورة الإيرانية في هذا العام بالإطاحة بالنظام الملكي بقيادة الشاه محمد رضا بهلوي وأسست نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ ذلك التاريخ عمدت السلطات الجديدة على بناء مؤسساتها والقضاء على خصومها وهيمنى تيار المحافظين على الحكم لحوالي عقدين من الزمن حدثت خلالها تحركات شعبية تطالب بإصلاحات اجتماعية كما خاضت إيران خلال تلك السنوات حربا طاحنة مع العراق وفرضت الدول الغربية حصارا وعقوبات اقتصادية على إيران ننقش اليوم أيضا تشكل التيارين الإصلاحي والمحافظ ففي عام 1997 فاز محمد خاتمي أحد رموز التيار الإصلاحي بمنصب رئيس الجمهورية وانفتحت إيران في عهده على الغرب وظل في الحكم حتى العام 2005 وأعاد تيار المحافظين الذي يحظى بدعم من المرشد الأعلى ومن الحرس الثوري ترتيب صفوفه والفوز بأغلبية في البرلمان وبرئاسة الجمهورية من خلال دعم محمود أحمد نجاد أحد رموز الحرس الثوري تبادل التياران مقاليد الحكم في البلاد حيث ظل التياران المحافظين والإصلاحيين يتناوبان على إدارة الحكم في إيران ويخوضان سرعهما تارة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية والبرلمانية والرئاسية وتارة أخرى عبر التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها إيران بين الحين والآخر أيضا سنبحث خلال هذه الحلقة تصاعد الصراع داخل التيارين حيث ظهر الصراع بين المحافظين والإصلاحيين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران خلال الأسابيع الماضية والتي بدأت بمطالب اقتصادية لكنها سرعان منتقلت للمطالبة بإسقاط نظام كما ظهر الصراع بشكل أكبر في التظاهرات التي شهدتها البلاد في العام 2009 احتجاجا على فوز الرئيس المحافظ أحمد نجاد بولاية رئاسية ثانية إذن سنلقي المزيد من الضوء على هذا الموضوع والمحاور التي تحدثنا بها أو ذكرناها ولكن بعد أن نستمع لهذا التقرير ثم نعود لفتح باب النقاش مع ضيوفنا هنا في استيديو احتجاجات عارمة شهدتها إيران خلال الأسابيع الماضية الاقتصاد كان المحرك الأبرز لكن المطالب السياسية والدعوة لإسقاط النظام ظهرت بقوة في الاحتجاجات مشاهد تمزيق صور خامئني دقت ناقوس الخطر واعتبرها البعض مساسا بالمقدس طوى الإيرانيون صفحة الاحتجاجات لكنها أثارت تساؤلات كثيرة حول طبيعتها والجهات التي تقف وراءها تساؤلات تظهر للسطح مع كل اضطراب تشهده البلاد منذ ثورتها في العام 1979 ذأب النظام في طهران على اتهام إسرائيل وأمريكا بالوقوف وراء الاحتجاجات أضاف إليهما مؤخرا السعودية كطرف ثالث اتهام العامل الخارجي لا ينفي الأسباب الداخلية حيث يظهر الصراع بين مكونات الحكم في إيران صراع بين الإصلاحيين والمحافظين الجنحان اللذان تداولا على السلطة خلال العقود الأربعة الماضية المحافظون سيطروا على الحكم لأكثر من عقدين من الزمان نجحوا خلالهما ببناء مؤسسة الحرس الثوري وتغلغلوا في اقتصاد البلاد وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لثماني سنوات قفز الإصلاحيون إلى قيادة البلاد عبر أحد أبرز وجوههم الرئيس محمد خاتمي تحت شعارات إعادة بناء الدولة واقتصادها المنهك والحد من تداعيات الحصار الخارجي ووعود بإصلاحات اجتماعية عاد المحافظون مرة أخرى إلى قيادة البلاد دافعين بمحمود أحمد نجاد أحادي خرجي الحرس الثوري لكرسي الرئاسة ولكن التيار المحافظ لم يتمكن من ترسيخ قواه خلال الولايات الثانية لنجاد واختلف معه في كيفية إدارة البلاد ليعود الإصلاحيون مرة أخرى للحكم من خلال الرئيس حسن روحاني الذي نجح للمرة الثانية صراع يطفو على السطح عند كل انتخابات برلمانية ورئاسية وعند بعض المحطات الفاصلة ليبدو التناقض أكبر وربما ما يثير المخاوف والقلق في إيران أن يخرج الصراع عن السيطرة خاصة في ظل تعظم التناقضات ليس بين التيارين التقليديين فقط بل داخل التيار الواحد صراع يبدو في شكله الخارجي أحد تجليات الديمقراطية الإيرانية لكن أسوأ سيناريوهاته أن ينتقل من صناديق الانتخابات إلى مواجهات في الشارع بمتابعة هذا الموضوع بالتحليل والتعليق أرحب بضيوفي هنا في الستوديو الدكتور سعد ناجي جواد الكاتب والأكاديمي كما أرحب بضيفي أيضا سيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم وضيفين على هذه الحلقة أبدأ معك دكتور سعد ما حقيقة الصراع فعليا بين التيارين الإصلاحي والمحافظ في إيران هناك سؤال دائما يطرح حول إيران هل حقيقة هناك تيارين داخل إيران صحيح التيارين هم تيارين دينيين بامتياز ولا يوجد هناك تيار ثالث في الحكم أقصد المشكلة في إيران أن ديمقراطية إيران بين قوسيا هي ديمقراطية تنتهي عند الانتهاء من الانتخابات بمعنى أن انتخاب رئيس الجمهورية لولاية من الحكم لا يكون هو نجاح لهذا التيار لأن هناك المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الذي هو الآن السيد خامني هو القادر على تسيير الأمور والتدخل وإلغاء القرارات الحكومية ومنع الحكومة من التصرف بأي طريقة هو يجدها غير مناسبة وبالتالي على السيد رئيس الجمهورية الإيراني مهما أيا كان أن يخضع لقرار السيد خامني وأن يكون تابع له في هذا المجال وقرارات السيد خامني قرارات واضحة وهو رجل صدامي عنيف يبوح بآرائه بالعلن ولا يتكلم خلصة ولا يتصرف خلصة يقول هذا غير مقبول وينتقد وينتقد رؤساء الجمهورية وهذا حصل مع خاتمي مع نجاة والآن يحصل مع روحاني النقطة الثانية أنه سيد الخامني لديه القوة الأكبر في الدولة الإيرانية لديه الحرس الثوري الإيراني ولديه المؤسسات الدينية التابعة له والتي من خلالها يمكن أن يصدر قراراته وتنفذ قراراته ولهذا إذا تلاحظين في الاقترابات الأخيرة كان هناك نوعين من الحديث حديث السيد روحاني الذي تحدث عن الهدوء وعن ضرورة إجراء الإصلاحات وعن مشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني وحديث السيد خامني الذي رفض كل هذا الكلام وركز على الدور الخارجي والمؤامرات الخارجية التي تتعرض لها إيران سنعود لهذه النقطة دكتور سعد سيد يحيى حرب هل تتفق فيما أتى عليه الدكتور سعد بأنه لا يوجد محافظين وإصلاحيين يعني في النهاية نحن نتحدث عن تيارين دينيين لا يوجد تيار ثالث في أروقة الحكم في إيران أحييك يا أختي الكريمة أحيي الدكتور ضيفنا العزيز وأحيي المشاهدين الكرام يعني حقيقة الموقف من أي ظاهرة سواء في إيران أو في غيرها يتعلق بالموقع الذي تنظر منه إليها نحن إذا نظرنا إلى ما يجري في إيران إلى مجمل العملية السياسية وتركيبة في إيران بعيون عربية تختلف عما إذا نظرنا عليها بعيون غربية من حيث الشكل إذا قررنا بحكم موضوعي وبعد كل هذه السنوات من حيث الشكل ما يجري في إيران قياسا إلى ما هو متعارف عليه في العالم هو واحد من أشكال الديمقراطية الديمقراطية في العالم هي مفاهيم هي مجموعة مفاهيم تقوم على أسس وإجراءات تنفيذية أو عملية ولكنها تختلف من حيث تطبيقها من دولة إلى أخرى من مكان إلى آخر بحسب قيم ومفاهيم ثقافية وتطور تاريخي لهذا المجتمع فما نشهده مثلا من شكل من أشكال الديمقراطية في أوروبا هو غيره في الولايات المتحدة الأمريكية هو غيره في دول آسيوية من حيث الشكل والإجراءات التنفيذية الاختلافات بين هذه الدول ليست اختلافات بالجوار هي كلها اختصرت الديمقراطية في عمليات انتخابات اختيار المسؤولين بالانتخابات افساح المجال لمؤسسات نظام المؤسسات هناك مؤسسات في كل مجتمع مؤسسة رئاسية قضائية تشريعية حكومية تنفيذية إلى آخره هذا الشكل من التقسيم المجتمع إلى مؤسسات منتصلة عن بعضها اضافة إلى عملية اختيار المسؤولين عبر صناديق الاختراع هو ما نسميه الديمقراطية في المفهوم السياسي في العالم الحاضر رغم الاختلافات الثقافية ما أشر إليه الدكتور وما يشري إليه كثيرون من حيث المرجعية مرجعية هذا النظام ليس هناك أي نظام ديمقراطي بدون مرجعيات المرجعيات قائمة سواء اعترفنا بها أو لم نعترف بها دينية أو غير دينية نحن مجتمعات مسلمة هذه المجتمعات من حقها أن تكون مرجعيتها دينية ولماذا تكون مرجعيتها غير دينية نحن مجتمعات مسلمة كل شعوبنا مسلمة الشعب الإيراني كله بأكثريته الصاحقة شعب مسلم ومن حق أن تكون فقافته الدينية عقيدته الدينية هي مرجعيته في الحكم خاصة وأن الإسلام هو أيضا مشروع حكم الإسلام يتضمن مفاهيم تتعلق بأنظمة الحكم بطريقة إدارة المجتمع أساليب تناقل السلطة فإذا كان هناك مجتمع مسلم تكون مرجعيته إسلامية هذا ليس عيباً هذا نوع من التراث الثقافي والسياسي حتى وإن كان أحادياً في الطرح أحادياً في الحكم هذه مفاهيم سياسية هنا بدأنا في السياسة في الفكر من حقهم أن تكون لديهم مرجعية دينية بل نحن نطالب هناك كثيرون في العالم العربي وفي غير العالم العربي يطالبون بهذه المرجعية الإسلامية أننا تعرفين أن هناك أحزاب سياسية كثيرة في الوطن العربي تدعو إلى نظام حكم إسلامي عندما ندعو إلى نظام حكم إسلامي وهذا حقنا يعني تكون عندنا مرجعية إسلامية والمرجعية الإسلامية هي بالنهاية وجهة نظر عقائدية مذهبية أو فلسفية أو فكرية أو إلى آخرية هي وجهة نظر في نهاية ما رأيك بهذا الطرح دكتور سعد؟ يعني مع احترامي لرأي الأستاذ أنا لا أقول أنه يجب أن نتخلى عن الهوية الإسلامية أو العقيدة الإسلامية أنا أقول أنه إيران الآن دولة تحكمها أحزاب ومؤسسات دينية ومن لون واحد كما قلت أنت قبل قليل ومبدأ ولاية الفقيه التي تعتمد عليه الدولة الإيرانية مبدأ لا يتفق معه حتى أبناء هذه الطائفة أو علماء هذه الطائفة هذا مبدأ جديد وأدخل وتمكنت إيران من أن تستمر فيه هذا ليس عيبا أن يكون هناك تجديد على الهوية الإسلامية لدولة من الدول لكن أن تقوم الدولة بتعيين الأشخاص المعممين أو رجال الدين أو تجعلهم هم الوحيدون الذين يقومون بتسيير أمور الدولة هذا عليه علامة الاستفام وهذا عليه الاختلاف ما بين الأطراف المختلفة الآن نحن نشأنا في مجتمعات إسلامية وفي دول إسلامية دائما كانت المؤسسات الدينية موجودة ولكن دورها في المجتمع دورها في الأمور الحياة العامة وليس في السياسة السياسة لما يتدخل فيها رجل الدين تصبح تأخذ نمطا آخر هذا هو الاعتراض الوحيد الذي عندي أنا على هذه المسألة يعني سيد يحياء وجهة النظر التي تحدثت بها هل هي إطار الجدل الحقيقي حتى وإن كان في بعض الأمور الشكلية ما بين الإصلاحيين والمحافظين البعض يرى بأنه ليس اختلاف حقيقي على النظام في إيران ولكن حتى مع سعي الإصلاحيين أو من يطرح أنفسهم كإصلاحيين أو كتكنقراط في إيران هل هناك رفض من قبل المحافظين وتحديات فعلا يواجهونها بإدخال أي تغييرات على المجتمع الإيراني؟ وهذا تأكيد ما تفضلت به أخت الكريمة وهو خاصل حقيقة هناك في إيران طيارات هناك أحزاب هناك وجهة النظر حتى من يسمون المحافظون هم ليسوا طيارا واحدا هم اتجاهات مختلفة هم مدارس مختلفة ما يسمون أيضا إصلاحيون هم مدارس مختلفة اتجاهات مختلفة وخارج هؤلاء هناك طيارات شبابية هناك طيارات طلابية أيضا لديها اجتهادات لديها محاولات هذا كله تأكيد على أن هذا المجتمع ليس كما يوصف من البعض بأنه محكوم بفكر واحد أو محكوم بإيجار واحد هذا التنوع هذا التعدل صحيح يعني هل هناك فسحة لهؤلاء في المجتمع الإيراني سياسيا واجتماعيا؟ بالتأكيد إيران إذا قسناها في المنطقة التي نعيش فيها إيران هي الدولة الوحيدة أو الثانية في المنطقة غير تركية في منطقتنا العربية والشرق أوسطية التي تجري فيها انتخابات بانتظام منذ عام 79 حتى اليوم كل أربع سنوات رغم الحروب رغم الأزمات رغم الحصار لم تتوقف العملية الديمقراطية على كل المستويات البلديات تنتخب، النواب ينتخبون، مجلس الخباراء ينتخب، مجلس مصلحة تشخيص النظام منتخب كل مؤسسات النظام في إيران تنتخب بالانتخاب الشعبي المباشر إيران هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يتغير فيها الرئيس حكماً كل أربع أو ثماني سنوات ولا يحق له التجديد أكثر من مرتين ولكن التساؤل من يخوض هذه الانتخابات؟ يقول هذه الانتخابات العملية السياسية في المجتمع هناك قوة في المجتمع، هناك تغيرات كثيرة شاهدناها إذا راقبنا النظام الإيراني منذ عام 79 حتى الآن لا نجد شبهاً كثيراً بين من كان يحكم عام 79 ويحكم عام 2017 هناك تغيرات، نحن تحدثنا الآن في تقريركم تحدثهم عن تناوب بين إصلاحي ومحافظ بين هذا وحتى النموذج المحافظ شخصية التي كان يحكم فيها السيد خامنائي في الثمانينات غير شخصية الرئيس روحاني روحاني أو رئيس نجاد المحافظ رئيس نجاد يعني كلاهما من المحافظين ولكن فرق كبير بين هذا النهج وهذا النهج محمد خاتمي غير حسن روحاني أيضاً الشخصية التي حكم أو أسلوب الحكم التي حكم به إذن هناك تعدد وتنوع واختلاف وتطور وهذه طبيعة مجتمع حي هذه طبيعة مجتمع حي يجب أن نلفت نظر إليها من القياس إلى مجتمعاتنا العربية التي إذا حكمنا رئيس جمهورية يبقى أبداً عمر من أول يوم حتى آخر يوم أو إذا حكمنا ملك يبقى من أول يوم حتى آخر يوم في حياته حتى نفهم دكتور سعد إن كان فعلاً تناوب التيارات على الحكم في إيران يغير من أسلوب الحياة أو يترك ذلك الأثر سياسياً واجتماعياً هل تتفق مع ذلك؟ يعني القياس على نماذج سيئة هو ليس القياس الصحيح لما نتحدث عن ديمقراطية يجب أن نتحدث عن ديمقراطية حقيقية الآن لا يوجد رئيس جمهورية ينتخب في إيران دون أن يوافق عليه السيد خامني وقبل السيد خميني حتى لو جاء عن طريق الانتخاب أصلاً هو لا يستطيع أن يرشح إذا لم يحسب لها دون أحد الموافقة تجربة بني صدر أفضل تجربة جاء به السيد الكوميني وجعله رئيس جمهورية ودعمه ثم اضطر الرجل إلى أن يهرب لأنه وجد أن هناك اختلاف كبير بين ما يريد أن يفعله وما بينه والفكر الديني الذي يمثله الكوميني وبالتالي هرب سراً إلى باريس وعاد من حيث أتى هذه المسألة هي العلامة التي يجب أن واحد ينتبه أنا لا أشكك أن هناك ديمقراطية بقوسياً أن هناك انتخابات أن هناك استمرارية في هذه العملية لكن هذه الاضطرابات الأخيرة لما حصلت ماذا حصلت؟ تحدث سيد روحاني عن ضرورة الإصلاح وعن تفهم للمشاكل الاقتصادية وظهر الحرس الثوري الإيراني الذي يقول أن أصلاً هذه الاضطرابات ظهرت وخرجت ضد روحاني وليس ضد خامني وبالتالي من يجب أن يتغير هو روحاني وليس المؤسسة الدينية هذه هي المسألة العظيمة لما تحدث السيد روحاني عن الفساد وعن محاربة الفساد ومحاربة الجهات التي ممسكة بالعصب الاقتصاد الإيراني ومن ضمنها الحرس الثوري الإيراني ثارت الدنيا ضده إذا كنت هناك اختلافات ما بين التيار الإصلاحي والمحافظ؟ اختلافات في كيفية تسهير الأمور لكن يبقى الأساس أنهم كلهم رجالين متفقين على النظام دعنا نقول لكن على أسلوب التغيير سياسياً اجتماعياً حتى الناس في إيران الناس في إيران الآن تريد التغيير لكن لا تريد أن تصبح عراق آخر يأتي الأمريكا الذي يغيره أو تأتي إسرائيلي كي تدخل فيه هذا وجهة نظر مختلفة العالم الناس في إيران تريد أن ترى تغييراً لكن لا تريد أن يكون تغيير أجنبي هذه مسألة أخرى أيضاً يعني هذه الحقائق موجودة نحن لا نقول أنه يجب أن يغير النظام وأن يأتي نموذج أمريكي أو أوروبي أو أن القوى المعادية لإيران يجب أن تتدخل هذه مسألة أخرى نحن نقول الإصلاح هو طالما أنه هناك رغبة في الإصلاح فيجب أن يترك لهذا الإصلاح الإصلاح لا يجري طب هل التيار الإصلاحي سيد يحيى يعني الحركة الإصلاحية المعتدلة هل هي جادة فعلاً بتحييد السلطة الدينية أو بتقليل سلطة رجال الدين أو المنظومة الدينية في إيران لصالح دولة مدنية؟ هل هي جادة في هذا الطرح؟ نحن في مجتمعاتنا سواء إيراني أو أي مجتمع عربي لو نظرنا إلى أوضاع أي دولة عربية نجد كم كبير من المشاكل كم كبير من الهموم التي تعني المجتمع سواء سلطة أو المجتمع المدني بمؤسسة الجماهير الناس أيضاً نحن في مرحلة تحرر وطني هناك مواجهة حاد بيننا وبين القوى الاستعمارية الاستعمار لم يكف يده عنا بعد ما زال موجوداً بشكل مباشر أو غير مباشر اثنين نحن في مرحلة تخلف على مستوى الإنتاج الصناعي والإنتاج الاقتصاد نحن في مرحلة تخلف على مستوى الاقتصاد ثالثاً نحن فعلاً في مرحلة تخلف على مستوى السياسة والثقافة بمعنى أنه هناك صراع حتى على قيامنا الثقافية لم تستقر القيم الثقافية في مجتمعاتنا جميعاً في أي مجتمع نحن الآن في العراق، في لبنان، في السعودية، في مصر، في الدول العربية، في إيران حتى في تركيا نفسها الأكثر استقراراً في المنطقة هناك صراع على مستوى هذه القيم لو جمعنا كل هذه السلة من الهموم ووضعناها أمام أي نظام جديد مهما كان اسمه هذا النظام لما استغربنا عندئذ أن يكون هناك صراعات الصراعات في المجتمع شيء طبيعي نحن في حالة مواجهة متعددة الرؤوس نحن في حالة مواجهة غير مستقرة للاتجاهات والمفاهيم كيف سنتعامل مع الغرب؟ هذه هي المحاول الصراع في إيران كيف نتعامل مع الغرب والثقافة الغربية؟ كيف نتعامل مع تأسيس ثقافتنا الإسلامية أو هويتنا القومية؟ هل هناك اتفاق ما بين الإصلاحيين والمحافظين على ذلك؟ أعتقد بأن هناك الحد كبير، هامش كبير للاتفاق مع وجود خلافات، مثلا الذين قاموا بالتظاهرات الأخيرة بعضهم، ولهذا كما يقول الدكتور، شيء صحيح كان هناك الأمران صحيحان كان هناك أسباب داخلية لاستراع وتفسيرات داخلية أزمة داخلية للإصلاح، للفساد، للغلاء، لمواجهة الأمور وكان هناك داخل خارجي، بعض القوى الخارجية التي لا تقيم أي وزن لقيم المجتمع تتبنى قيم مختلفة تماما قلة اندست بين المتظاهرين رفعت شعارات إسقاط النظام كله وهي قليلة إذن هناك قوى نعم هناك اتفاق على بقاء النظام على صلاحية هذا النظام حتى الآن أو كذا ينظرون إليه ضمن الخلافات فيما بينهم حول من يطولى السلطة وحول الإصلاح وحول وجهة النظر وهناك قوى أيضا ما زالت للأسف كما هو عندنا في بلادنا تأتمر بأوامر الخارج مرتبطة بأجندات خارجية أو أنها لا تقيم وزنا لا تميز بين الصراع الذي هو صراع داخلي والصراع الذي هو هجم خارجي يعني دكتور سعاد اتفاقنا أو في إطار حديثك وجهة نظرك كانت واضحة بأنه الإصلاحيين والمحافظين يعني في النهاية الهدف الأساسي لهم هو بقاء النظام لكن هل هناك تغييرات أو دعنا نقول خلافات حقيقية يعني هناك وجهة نظر معينة للإصلاحيين بإدخال تغييرات اجتماعية بإدخال تغييرات في المنظومة الاقتصادية هذه مرفوضة من قبل المحافظين ومنها حتى الاتفاق النووي يعني ذات الذكرين لما توقع الاتفاق النووي كان هناك من المؤسسة الدينية الإيرانية من اعترض عليه على الرغم من أنه كان اتفاقا جنب إيران ضربة أو حصار أو تدمير مثل ما حصل في العراق فهذه المسألة واضحة يعني مثل ما أخبرت قبل قليل الحرس الثوري في الاعتراض على المظاهرات الأخيرة وآراد أن يتخذ إجراءات أكثر شدة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان يشعر أن هناك تهديد لكل النظام هذه مسألة يعني يجب أن لا تغيب عن الباد هم مصلحتهم أن يبقى النظام كما هو ولهذا محاربة الفساد التي ارفعها السيد روحاني هي مسألة معترض عليها من قبل المتشددين في داخل النظام الإيراني وهذه هي مشكلة حقيقية موجودة الآن في داخل إيران المشكلة أن هؤلاء المتشددين لا يقيمون وزنا للمشاكل الحقيقية أسهل شيء بالنسبة لهم أن يتهموا المعترضين بأنهم يتحركون بأيدي أجنبية ومدفوعين من الخارج هذا أسهل اتهام في كل الدول ليس في إيران فقط كل ما تحدث مشكلة يد خارجية في العملية لا ينظرون إلى الفساد إلى التضخم إلى البطالة إلى المشاكل الاقتصادية إلى أسباب نشوء هذه نعم الأيدي الخارجية موجودة وتحاول أن تستفيد من كل هذه الأشياء لكنها ليست هي المحرك الأساسي وهذه المشكلة إذا لا تعالج داخليا رح تبقى ورح تفتح باب للتدخل الخارجي أكثر لو استمع نعم سنعود لإكمال الحوار دكتور سعد وسيد يحيى ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل القصير أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث الإيراني أعود لك سيد يحيى الحرس الثوري الإيراني ما سلطته وما دوره فعليا في الصراع بين التيارات الحكم في إيران الحرس الثوري هو مؤسسة إيرانية وليست مؤسسة سياسية في إيران هو مؤسسة إيرانية ولكن استطاعت هذه المؤسسة أن تنجز الكثير بسبيل المحافظة على الثورة الإيرانية النظام الإيراني وأيضا تبنت هي وهذا من ميزات النظام الإيراني أنه بنى اقتصادات متنوعة متعددة هناك اقتصادات متنوعة والحرس الإيراني أيضا لكي يحافظ على دوره على عمله لا يتأثر بمؤسسات النظام الأخرى التي تتعرض لأمزجة لتغيرات لأن مهامه أكثر من سياسية هي مسألة عقدية ومسألة تهتم بالنظام ككل بنى مؤسسات اقتصادية هناك مؤسسات اقتصادية هي خاضعة له هذا صحيح له نفوذ اقتصادي قوى في إيران له مؤسسات اقتصادية وخاصة في مجال الاقتصاد العسكري أو الصناعات العسكرية وهذا ما يجب أن نلفت النظر إليه بأن التجربة الإيرانية بشكل عام الحكم عليها من الداخل لخصوصيات الأحزاب وخصوصيات الخلافات أعتقد أن هذا شيء محلي ومتغير جدا جدا قد أنا أفضل وجهة نظر الإصلاحي أو وجهة نظر الحرس الثوري أو وجهة المحاطط ولكن هذه مسألة عقائدية بالنسبة لنا نحن كمراقبين من الخارج أو كمراقبين نحكم على الثورة الإيرانية للاستفادة منها أو لنقدها بالنهاية كمسألة ثقافية ننظر لها كمرحلة تاريخية كمرحلة تاريخية هذه الثورة الإيرانية حتى الحرس الثوري الإيراني حقق إنجازات عظيمة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى التطور إيراني الآن وأنا أختلف مع الدكتور قليلا القياس في المنطقة لأننا لا نظر فقط القياس على المثال الأعلى طبعا إذا قصنا على المثال الأعلى نحن بحاجة إلى كثير وقلنا أن أوروبا سبقتنا بمئات سنين أمريكا سابقتنا بعشرات ومئات سنين يعني هناك شعوب سبقتنا بكثير ولكن نحن نقيس تطورنا النسبي بما كنا عليه وما أصبحنا عليه إذا كنا نسير باتجاه التصاعد أو لا إذا قصنا إيران بهذا المستوى إيران كتجربة ديمقراطية هي تجربة ديمقراطية أساسية في هذه المنطقة استطاعت أن تحل الإشكال الأساسي للمتقفين بالعلاقة بين الدين والسياسة وكل هذا الصراع الذي كان في منطقاتنا العربية نعرف أنه من زمن الثورة المصرية في مصر الثورة عبد الناصر حتى ما حدث في العراق حتى ما حدث في سوريا في العصر الحديث في المرحلة الحديثة كان دائما هناك صراع بين الطيارين العلماني والديني مسألة حكم الديني لم نستطع أن نحسمها إيران قدمت تجربة جديدة وظل الإسلاميون حتى سنوات أخيرة ظل الإسلاميون العرب يعارضون حتى الديمقراطية والانتخابات جاءت التجربة الإيرانية لتحل هذا الإشكال إشكال العلاقة بين الإسلام والديمقراطية وحلت مشكلة التطور والتقدم إيران دولة صناعية من الدرجة الأولى دولة منتجة علمياً دولة منتجة على كل الصعود هذا المجتمع يتطور رغم ما يتعرض له من حصار ومن ترهيب ومن مؤامر هل تتفق مع ذلك دكتور سعد بأن إيران شكلتني نموذجاً لحكم الدولة الإسلامية يفترض أن يحتذى به في ظل التقدم الذي أحرزته في مجال الصناعة في مجال العلم وفي مجالات أخرى هل تتفق مع ذلك؟ يعني أنا لا أستطيع يسمح للأستاذ أن أتفق مع نموذج أنا أساساً مختلف معه يعني النموذج الإسلامي الضيق لا يمكن أن يكون نموذج صالح للديمقراطية ولكن يقول لك الدكتور يحيى بأن إيران حققت تقدمات في مجالات عدة حققت هذا على مستوى نظام الحكم على مستوى المؤسسة الدينية استطاعت أن تغير من بين المؤسسة الدينية تأتي بأشخص وتذهب لكن كلهم من نفس المستوى من نفس الطائفة من نفس اللون من نفس النموذج من نفس القومية هل سمعتي أن أحد من قومية أخرى استطاع أن يصد إلى الحكم في إيران أو من مذهب آخر أن يستطاع هذه مسألة يجب 39% أو 40% من الإيرانيين هم فرس طيب الخمسين الأربعين حتى لو قلنا أقل من ذلك الأربعين أين هم في هذا الدظام اثنين أنا لا أفهم كيف يكون هناك نموذج ديمقراطي تحرري معادي للإستعمار كالذي يقول عن نفسه في إيران ويدعم نظاما طائفيا فاسدا أتى به الاستعمار في العراق هذه لا أستطيع أن أفهمها ويدعم الفساد الذي فيه ويسكت عن ما يجري في العراق ويقدم له كل الدعم لكي يبقى في الحكم وهو نموذج أتى به الأمريكان يعني هناك تناقضات في المسألة حقيقة نعم يجب أن نلتفت لها هذه الحقيقة أنا أقول يعني النظام الإيراني يستطيع أن يبقى السيد خامني تستطيع باقي المؤسسات أن تبقى لكن أن يفتح المجال للأطراف الأخرى المشاركة وهذه لا تحصل لا توجد أحزاب لا توجد هناك نقابات مهنية بالمعنى المفهول كلها غير موجودة فإذن المؤسسة الدينية هي فقط الموجودة نظام ديمقراطية المؤسسة الدينية وليس الديمقراطية التي نتعددها أبقى معك دكتور سعد بالنسبة للحرس الثوري ما سلطته ودوره فعليا في الصراع الذي يحصل ولو في الأمور ليست الأساسية ما بين الإصلاحيين والمحافظين الحرس الثوري له اليد الطولة في كل ما يجري الآن إذا أراد أن يغير السيد روحاني وأن ينقلب على السيد روحاني أو أن يجري أي تغيير يستطيع أن يفعله بما يمتلكه من قوة والنفوذ في داخل إيران هو ليس فقط مؤسسة أمنية ليس فقط مؤسسة هو مؤسسة متنفذة في الدولة اقتصاد الدولة أغلبة 50-60% من اقتصاد الدولة بيد الحرس الثوري مع الفساد الذي موجود فيه هذه مسألة يجب أن ينتبه لها الآخرين لكن طبعا وهذا ما تحدث عنه روحاني وسبب انزعاج الحرس الثوري الإيراني ومؤسسة الحرس الثوري الإيراني وأرادت أن تتدخل بشكل عنيف في مسألة المظاهرات سيد يحيى هل هناك صراح حقيقي لا يخفى فعليا ما بين السيد حسن روحاني وما بين الحرس الثوري الإيراني سيد حسن روحاني فعلا أخذ على عاطقه محاولة تهميش الحرس الثوري التقليل من تدخلاته حتى على الأقل على الساحة الداخلية دعنا نقول السياسية في إيران لا يستطيع أحد أن يثبت بأي ممارسة أو أي عمل كيف انقلب الحرس الثوري أو كيف منع أي عملية سياسية في البلد المؤسسات في إيران محكومة بأنظمة وقوانين وكل منها يعمل في مجاله ليس هناك أي تداخل كما يتصور البعض بالعكس العملية السياسية تجري للحرس الثوري تأثير بدون شك هم في النهاية جزء من هذا المجتمع وجزء من هذا النظام بدون شك لهم تأثير لهم صوت لهم كلمة في الإعلام في السياسة وهذا حقهم ولكن ألا يتجاوز ذلك حدود المؤسسة الأمنية إذا اعتبرناهم ضمن المؤسسة الأمنية ألا يتجاوز ذلك حدود أي مؤسسة أمنية في أي مكان هذا هو أن نتحدث نحن عن مؤسسة طغيان أو مؤسسة استبداد إذا تجاوزت القوانين أما ما دام الأمر ضمن القوانين فهذا يعني إدعاء لا نستطيع أن نثبته ما يجري في إيران لم يجري أي عملية انقلابية لم يجري أي عملية انقلابية يتغير النظام يتغير شكل الحكم يتغير الرئيس يتغير السياسات ما جاء يعني مشكلة السيد حسن روحاني ليست مشكلة مع الداخل حقيقة وهذا يعني تصوير الأزمة بأن أزمة داخلية خطأ في إيران مشكلة السيد روحاني أنه فعلا كما كل الإصلاحيين بنوا سياساتهم ومشروعهم على أن الانفتاح على الغرب على أن إنهاء أزمة البرنامج النووي وهذا الصراع مع الغرب يمكن أن يحل مشكلة البلد الداخلية ومشكلة البطالة ومشكلة الطور الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الداخلية إذا حلينا مشكلة البرنامج النووي ستحل هذه المشاكل حسنا سارت القيادة الدينية والقيادة السياسية وحتى الحرس الثوري والمؤسسات الإيرانية الجيلية رغم معارضاتها رغم انتقاداتها رغم تصورها النظري بأن هذا خطأ لن يحدث ذلك وأنا أقول أن هذا خطأ أيضا من الخارج لأن الهجم الأمريكية على إيران لا علاقة لها لا بالبرنامج النووي ولا بغيره ونحن نرى الآن عندما سقط من يد النظام الأمريكي مسألة ورقة في البرنامج النووي كما شهد برنامج الصاروخي يعني ورقة أخرى هي ذرائع هي في النهاية ذرائع لأن الصراع قائم على أسف أخرى ولأسباب أخرى يمكن أن نتحدث عنها أنا أعتقد ذلك ولكن الإصلاحيون يرون إذا حلينا مشكلة البنامج النووي يمكن أن نحل الاقتصاد الذي حدث أنه حتى بعد الاتفاق النووي لم تحل هذه المشكلة والسبب أن النظام الأمريكي الخضع لللوبي الصهيوني ولبعض اللوبيات رفض أن يعطي إيران مكاسبها من هذا الاتفاق ومنع عنها إيجابيات هذا الاتفاق فبقيت الأزمة من هنا الأزمة التداخل بين الداخل والخارج قائم هناك أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية لهذا الصراع في إيران ككل صراع في المنطقة لأن إيران هي في عين العاصفة ليست مأزولة في هذا العالم نعم في إطار الحديث أيضا عن التيارات دكتور سعد في سياق الحديث تحدثت عن علاقة المرشد الأعلى مع الرئيس الإيراني هل تختلف هذه العلاقة إذا كان الرئيس من المحافظين أو من الإصلاحيين؟ يعني هل هناك يحدث توتلرات إذا كان الرئيس من الإصلاحيين؟ يعني نحن لم نجد شخص أو رئيس من خارج المؤسسة الدينية حتى نحكم إذا كان هناك اختلاف أو لا كل الذين أتوا باستثناء بني صدر الذي انتهى دوره من زمن وهرب كل الذين أتوا هم أتوا من رحم المؤسسة الدينية وبالتالي هم تابعين للمرشد ومؤتمرين بأمره وحايزين على رضا ولهذا لا يمكن أن نقول هناك تضارب أو تضارب يعني الخلاف الوحيد الذي رأيناه الآن هو الذي حصل في المظاهرات الأخيرة عندما بدأ السيد روحاني يتحدث عن ضرورة الإصلاحات الاقتصادية وضررة عمل شيء هبت الحرس التوري نعم هناك خوف من أن تمس هذه المؤسسة الاقتصادية أولا يعني الامتيازات الامتيازات وثانيا خوف من أن يبرز روحاني كمصلح كبير ومطبق لبرنامج إصلاحي حقيقي يعزل هؤلاء الذين هم من المدرسة اللي هم يمثلون المدرسة التقليدية بعدين أنا لا أتفق مع الأستاذ البرنامج النووي واتفاق النووي حل الكثير من مشاكل إيران أولا النفط بدأ يصدر ثانيا الأموال المجمدة أعيدت رابعا الآن لديها الحرية في تصدير الغاز والنفط بكميات اللي تراها وبالتالي نوع من المشكلة الخنق الاقتصادي اللي تعرضت إلى إيران أثناء المفاوضات انتهى ولهذا الآن الناس بدأت تتحدث عن لما كان هناك حصار كانت العالم ساكتة أو الناس ساكتة لأنه تعتقد أن هناك حصار ظالم لا تستطيع أن تفعل شيء لكن عندما رفع الحصار الناس بدأت تطالب بمصالحها بأجورها بأجورها بودائحها اللي رفضت أن تدفع لهم اللي هي بثلت بداية الطوائرات هذه كلية الآن حقيقة صار نوع من الإصلاح فأين هو الإصلاح هذا ما يقولونه هم طبعا أين هو الانتعاش الاقتصادي في ظل هذه العملية سيد يحيى هل هناك خوف حقيقي من التغيير فعليا وإن كان يعني سيد حسن روحاني رفع بعض هذه الشعارات هل هناك خوف على الامتيازات تحديدا من الحرس الثوري الإيراني وهذا ما يدخل في إطار هذه الصراعات بين التيارات يعني هذا ما لا يمكن أن ننفيه بشكل نظري بدون شك يعني أي فئة حاكمة أي حزب أي طبقة حسب تكوينات المجتمع يكون بأيديها السلطة ستحافظ عليها ستدافع عنها ستفعل ذلك هذا موجود في كل العالم في كل التاريخ هنا في بريطانيا في أمريكا يعني يخاف الحزب إذا خسر الانتخابات أن يفقد دوره وامتيازاته ومشروعه الذي ينظر له أو يدعو إليه هذا شيء طبيعي وعام المهم أن هذه الأمور تجري في إطار من اللعبة الديمقراطية المقبولة في المجتمع بضمن الأنظمة والقوانين المقبولة الحرس الثوري والمحافظون بالإجمال يعني هل هناك سيطرة على خيوط هذه اللعبة؟ أعتقد أنه حتى الآن تحت السيطرة حتى المظاهرات الأخيرة والتي يعني العالم كله أقر يعني حتى الرئيس الفرنسي قيل ذلك حتى المجلس الأمن قيل ذلك أن هناك طلب من أمريكا عدم التدخل في الشؤون الإيرانية والتدخلات الأمريكية واضحة وعلنية كانت منذ الساعات الأولى وغير الأمريكية أيضا والتدخلات الإسرائيلية والتدخلات السعودية هناك ددخلات حقيقية كانت يعني لست وهم أو لست ادعاءات هناك تصريحات هناك مواقب هناك تحريض هناك محاولة من أمريكا كانت للضغط على الوضع الإيراني عبر مجلس الأمن والعالم كله تدخل في ذلك إذن التدخل في الشأن الداخل الإيراني كان واضحا وصريحا التداخل بين الداخل والخارج كان واضحا وصريحا ما تواجهه إيران حقيقة هو أزمات داخلية بدون شك هي قائمة وأزمات خارجية هي قائمة وحقيقية لأنها من ضمن صراع إقليمي ودولي إلى حد ما كبير نشهده في هذه المنطقة والقوة الداخلية أيضا هي ذات وجهات نظر في هذا الصراع متفاوتة وجهات نظر متفاوتة تجاه هذه الصراعات يعني دكتور سعد العامل الخارجي هل إيران ساحة للتدخل أو للسماح للعامل الخارجي بأن يكون طرفا في ظل هذه الصراعات أم إيران محصنة من هذه التدخلات الخارجية أو القبول بها في الساحة الداخلية من وجهة نظر المتواضعة لا توجد دولة محصنة من التدخل الخارجي لا يوجد هذا شيء كلما تفشل الحكومة أي حكومة في نقل مجتمعها من حالة إلى حالة أفضل كلما تكون هناك مجاميع مصطهدة كلما تكون هناك آراء مصطهدة كلما تكون هناك مناطق تحت مستوى الفقر هذه باب واسع للتدخل الأجنبي وهذه موجودة في كل العالم ليس فقط في إيران ولا في أي بلد آخر التدمر السياسي الحكم بلون واحد هذا أيضا واحد من الأسباب التي تسهل التدخل الخارج ولهذا لو نظرنا إلى الاضطرابات الأخيرة أول دولة تحدثت عن ضرورة تغيير النظام وأجراء أصلاحات واواوا هي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لديها مشكلة مع النظام في إيران ثم أتت بعد ذلك إسرائيل وتحدثت بنفس النغمة أدول الخليج يعني بس أصحح للأستاذ لم تتدخل خوفا من ردفع الإيراني لم تتحدث هناك أجهزة إعلام تابعة الإعلام لعب لعبته لكن كموقف رسمي لم يكن هناك موقفا رسميا من هذا شيء حقيقة إيران تواجهها الآن مشاكل كبيرة بالإضافة إلى المشكلة الاقتصادية التي تحدثنا عنها بالإضافة إلى الفساد بالإضافة إلى الفقر بالإضافة إلى التضخم ولو أن التضخم انخفض عما كان عليه في عام 2003 أو 2010 لكن هناك الأقليات هناك الشعوب الإيرانية الباقية هناك الأحزاب العلمانية هناك الشباب هناك التنظيمات والطبق الوسطى كلهم لم يشتركوا حقيقة في هذه الاضطرابات وخاصة الشباب والمثقفين لأن مثل ما قلت هم لا يريدون أن يشتركوا في عمل بالنتيجة يصفي خانة مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والجهات المعادية لإيران من وطنيتهم خلي أقول هذا الشيء لكنهم غير راضي وبالتالي في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يتم هذا الشيء الآن في المناطق الكردية وهذا ما قالت إيران وليس أنا هناك اضطرابات وشمت أربيل في العراق وقيادة في أربيل في العراق بأنها كانت ظرفة العمليات لإثارة المشاكل في إيران وهذا طبعا اتهام خطير لأن هذا يعني سيكون هناك راتفعل على هؤلاء من قبل إيران اتهم الدول الخليج وهذا أيضا مسألة أخطر في العملية فإذن أكو هناك مشاكل مستمرة يجب أن تعالج وإلا سيكون باب مفتوح لأي تدخل خارج يعني سيد يحيى إلى أي مدى يمكن أي تجربة أن تصمد فعليا والتجربة الإيرانية صامدة حتى الآن أمام استثناء كل هذه الشرائح التي تحدث عنها دكتور سعد وإن كنت تحدثت عن نموذج دموقراطي إسلامي ناجح كما تره في إيران نعم أولا من نسبتي للتدخل السعودي يعني أكثر من ذلك مما ذكر الدكتور طبعا هناك بشكل سريع هناك تصريح علني وعلى التلفزيون قاله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بأننا سننقل الصراع إلى داخل إيران هذا قبل الاضطرابات قبل الاضطرابات قبل الاضطرابات نعم قبل الاضطرابات نحن تحدث عن تصريحات بعض الاضطرابات هناك إذاعات أنشئت هناك إذاعات أنشئت باللغة الفارسية تبث من دبي وتبث من الرياض أيضا للتحريض على إيران هناك الصحافة طبعا التي لا تمل ويوميا أي إنسان يمكن أن يطل على الصحافة السعودية سيجد يوميا كتابات محرضة على هذا الأمر هناك المؤتمر الذي عقد قبل نحو عام في باريس لمجاهدين الخارق وحضره الأمير تركي الفيصل أيضا نيابة عن السعودية وأكد دعم السعودية للحركات المعارضة إذن التدخل السعودي ليس مشكوكا فيه ولا هو أمر بسيط هناك استراتيجية حقيقية للسعودية للتدخل في الشأن الداخل الإيراني إضافة للإستراتيجية الأمريكية والإستراتيجية الصهيونية طبعا الإسرائيلية على عزالة نعم بالنسبة لي سؤالي كان إلى أي مدى يمكن تجربة فعلا أن تثبت في إيران أمام استثناء كل هذه الشرائح التي تحدث عنها الدكتور سعد وأمام أيضا عدم وجود ممثلين حقيقيين لهذه الشرائح والاتفاق بالإصلاحيين والمحافظين نعم أنا شخصيا طبعا إذا حدث أي تغيير داخل إيران بعوامل داخلية إيرانية يعني أرحب به ولا أعرضه هذا شأن داخل إيراني يختارون هم نظام الحكم الذي يريدهم يتفاعلون يتظاهرون يقاتلون هذا شأنهم الداخلي هذا ليس الشأن الذي يناقشه أي مراقب من الخارج ثانيا القول بأن هناك أحد غير صحيح كل البيئات الاجتماعية ممثلة بالنظام كل القوميات أن البرلمان الإيراني مجلس الشورى الإيراني يمثل كل القوميات بما فيها اليهود حتى اليهود الإيرانيين ممثلين في مجلس الشورى العرب الأكراب كل القوميات وهي الفعالية الحديث عن الفعالية والحسب هذه الفعالية هي نسبية حسب وجود كل قومي والحقوق Wizard الحقوق الدستور يساوى بين الجميع لا دستور لا يساوى لكن سمعني لير terms لما يقول الدستور أنه فقط من المذهب الاثنى عشر يحق له أن يكون رئيس للجمهورية. هذا ليست مساعدة. هذا ديني وليس دستور دولة. هذا ضمن الحقوق. هذه أكثرية الشعب يا دكتور. إذا كان أكثرية الشعب من المذهب الجعفري. إذن ليست مساعدة. هم مآفيق قتلك موجودين من الفرس ومع أربعين بالمئة. الفرس شيء والشيعة والشيعة ستين بالمئة. لا يعني سبعين بالمئة. لا يعني أن تضع مادة في الدستور تحصنها في هذا المذهب. يعني أنا لا أستغضل المذهب. بس أنا أقول الدستير يجب أن تكون محايدة وشاملة لجميع. هذا مسألة فقهية. ليست على الدين وليست على العرب. هذا مسألة فقهية وليست مسألة فقهية. تخصص القوميات. لا 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 تخصص لأي مكون. هنا العودة للجدل حول المرجعية الدينية وارتباطها بذلك. شكرا جزيلا لك سيد يحيى حرب الكاتب والمحلل السياسي. أشكرك جزيلا شكرا دكتور سعد ناجي جواد الكاتب والأكاديمي. بذلك نأتي مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث الإيراني. ألقاكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر